لكن حابة أبتدي حلقتنا النهاردة النهاردة لازم دايماً كل حلقة نفكر بعض بالجواب اللي جي من الاتحاد الأفريقي لاتحاد المصري لكرة القدم وكان مصير الجواب إنه يدخل الضرب وإحنا النهاردة بنتكلم بعد إصدار لجنة الشفافية من قبل وزارة الشباب والرياضة عن مصير اتحاد الكورة أو عن ما فعله اتحاد الكورة والإدارة التنفيذية بقيادة الأستاذ وليد العطار إحنا بنتكلم النهاردة بعد 48 ساعة من إصدار هذه اللجنة للقرارات وإدانة اتحاد الكورة والإدارة التنفيذية ما فيش حد تحاسب ما فيش حد تحاسب المخطئ ما تحاسبش بالعكس كان المؤتمر اللي عمله النادي الأهلي وأدام فيه اتحاد الكورة وكشف فيه كل الوقاع بالمستندات وإزاي اتحاد الكورة المصري وإزاي الإدارة التنفيذية أخفت هذا الجواب المهم وهذا الخطاب المهم وإحنا النهاردة النادي الأهلي ما بتكلم ما بتكلمش باسمه بتكلم باسم مصر بطولة ضاعت على مصر النهاردة شوف أرقام النادي الأهلي اللي هو بمصر المصر والفرحة الوحيدة في الكورة المصرية بعد إخفاق المنتخب هرجع حضراتكم للحكاية من أولها الحكاية بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية في فبراير ستة فبراير كان مشغول الاتحاد المصري وكل المسؤولين وكل الموظفين فيه بعدها ما يقرب من عشرين يوم حصل اجتماعين في الاتحاد المصري أو في مجلس الاتحاد مجلس الإدارة اجتماعين الأستاذ وليد العطار بعد الاتحاد الأفريقي ما بعت له الجواب أخفى هذا الخطاب ولم يعرضه على اتحاد الكورة في الجلسات المنعقدة مجلس الاتحاد وعرضوا على الوزير ناقص بعد ما كان البند سبع بنود عرض عليهم خمس بنود بس كان البند الأهم فيهم وكان البند الأول فيه بنود الاتحاد الأفريقية وتنظيم دوري أبطال أفريقيا عرض عليهم خمسة بس ولللحظة اللي أنا بكلم حضراتكم فيها ما فيش أي جديد إيه الرسالة اللي أنتو عايزين توصلوها بالعكس الاتحاد الكورة كان يوم الخميس السابق فيه المؤتمر اللي عمله اللي احنا شفنا فيه زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي الخطاب اللي اتعرض من قبل الاتحاد المصري للوزارة وكان ناقص أهم بند فيه ده نقدر عليه الخطاب نقدر نقول عليه الخطاب المنقوس الخطاب المنقوس